أبسلك سؤال ممكن مين عثمان طاها مين عثمان طاها ما تعرف عثمان طاها مهندس مهندس لا الشاعر لا مو شاعر هو بيهندس أمور أخرى بس مش معمارية هو عنده مسؤولية ضخمة جدا ايه شخصية معاصرة هو عايش حاليا شوف كم كله محت اسمه في حتة هلا 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 حبيب هلا وسهلا الله يكرمك الله يكرمك حياك يا ماما خليك ما أحمد الشقيري ولدك يحبك مسميك القمر في التليفون عارف المعلومة دي نسألك سؤال سريع تعرف يتجاوبي ولا لا طيب مين هو عثمان طاها مين ايه عثمان طاها اه انا الخطاط المصحف ما شاء الله انتي ولدك علامة هو علامة وانتي علامة ترى الواحد بيقرأ القرآن شوف السنين ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي يعني كنت محسة بصراحة انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا لا طلع هذا الخط اللي قاعدين نقرأه احنا واحد شخص إنسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره فالمصحف الشريف المصحف المدينة المنورة لما تفتح من الخلف حتلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طاها عثمان طاها يعني سبحان الله الواحد يشوفوا هذه على طول كده بغناطيس يد تقبلها لأنها يد يعني قضت أكثر من ثلاثين أربعين سنة في كتابة المصحف كتابة القرآن بجميع الروايات هولي 12 نسخة كله خطير والله أنا عشقال الخط ما يمني التعب يعني أكتب حتى أتعب حتى أحيانا الآن أكتب الخط أشقاله بها على الأرض متع متع الشغف متجسد فيه شغفه في كتابة المصحف ما يبني الدنيا كله ما يبني أنا والخط أنت والخط بس عندك تقوص معينة قبل لا تبدأ أنا ما كتب صفحة من المصحف اللي كلها إلا على وضوء فالمصحف الواحد تقريبا كم يأخذك وقت لكتابته كم يأخذ وقت عشان تكتب القرآن الكريم كاملا بخط اليد أسبوعين خط اليد طيب حقك كمواطن أنك تقول شهرين كل سنة ستة شهر سنة ونصف ستة شهر ستة شهر شهرين شهر أسبوعين لا ضعبة أسبوعين جغلة كم يأخذك أنه يأخذ مصحف دو سنة دو سنة يلا من يفوز فيكم؟ منتو التلاتة تحدي بينكم سنتين سنة 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 سنتين ثلاث سنوات ثلاث سنوات اي نعم عمل يومي عمل يومي بالنسبة لكتابة القرآن يعني الإنسان المؤمن اللي يومي بالدين وبالآخرة ويومي وجود الله القرآن مخيف صعب صعب يعني خاصة عندك وصف الجنة وصف النار وصف الجنة بمرتاحة أنا بحب أنه ما تخلص الأيات يعني انت جاءنا أنا جهنة وعذاب جهنة وكذا كذا كذا شو إيدي بترجوه سبحان الله بعرأة أنا عاد ثم بعرأة وأنا بحصة على الحالي سبحان الله شيخ عثمان دا حين فيه يعني اللي حيشوفوا اللقاء دا يمكن أملايين مسلمين فإيش تحب تطلب منهم لما يقروا القرآن يدعو لي يدعو لي يعني يحفظي عيني وجوارحي مشان أكمل عملي وعمري تقدم كتير الحمدلله أنا الآن جاوز للخمسة واثمانية إن شاء الله والله يطوي في عمرك بركة وخير ربنا يحميك من كل شرق عمين ربنا يسترق دين ودنيا وآخرة يسترق يسترعي عليك ربنا يوافق أولادك يحفظ زوجتك يهزي المحبة بيناتك حبد الله رب العلم الله يكرم تسلم فيه